استأنفت منظمة الجمارك العالمية دورتها الرئيسية والتي تستمر على مدى ستة أيام برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية حيث ستعقد لجنة السياسات العامة جلستها السادسة والثمانين في الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من يوليو الفين واثنين وعشرين نعم وتناقش اللجنة في جدول أعمالها تقارير اللجان الفنية والإدارية تمهيدا لرفعها إلى المجلس والمنظمة والتي من أهمها اعتماد تقرير الجلسة الخامسة والثمانين لمناقشة تقرير الأمين العام بشأن سير الأعمال في المرحلة الماضية ومشروع الخطة الوطنية الاستراتيجية الجديدة 2022-2025 والخطة التنفيذية للعام 2022-2023 وموضوع التجارة الإلكترونية واعتماد إطار العمل المحدث للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ومناقشة الترتيبات والإجراءات في بيئة ما بعد جائحة كورونا وللطلاع على نتائج دراسة الجدوى حول المشروع الذي تقدمت به مملكة البحرين لإنشاء منصة عالمية لتبادل المعلومات ومناقشة موضوع الجمارك الخضراء وأنشطة المنظمة ذات الصلة بالمسائل البيئية وتطوير منشور المنظمة حول تعزيز دور الجمارك في المناطق الحدودية وللطلاع على مستجدات الحوكمة بشأن الانتخابات المقبلة في المنظمة اشتركوا في القناة